رح من فخر العرب لندينة الملكي خلاص 48 ساعة تفرقنا عن لقاء بمثابة لقاء الموسم حابين نوصف الماتش ده يعني بتعبير دقيق هو ماتش الموسم طب ليه ماتش الموسم عدده موسم في بطولة واحدة بس هي بطولة الأهم ليه السنة دي الماتش ده يحدد حاجات كتير قوي قوي في زمالك أكيد مش مباراة واحدة اللي هتحسن مصير فريق كامل يعني ولكن ماتش الترجي هيكون ليه دور كبير جدا في تحديد ملامح الزمالك في باقي الموسم فوض الزمالك على الترجي هيرجعه لوضعه منتاني هتكون بداية التصحيح الحقيقي الزمالك محتاج انتصار كبير انتصار كبير على فريق كبير في بطولة كبيرة ترجعه مرة تانية عليك فلما يجي يقولك قبل ما تنطلق بتاخد خطوتين ثلاثة للخلف أتمنى يكون التراجع في الفترة اللي فاتت كان بما ثابت تراجع سهم نادي الزمالك قبل ما ينطلق أتمنى ترجي فريق كبير جدا عنده إمكانيات كبيرة جدا كلنا عارفينها وحافظينها وشوفناها لكن إحنا الزمالك أنا قلعة الرياضة في مصر أنا عندي لعيبة هفضل مراهن عليها وراهاني اللي هيكسبه الجمهور جمهور نادي الزمالك اللي في ظهر فريقته مهما حصل جمهور نادي الزمالك اللي في الماتش اللي فات الزمالك مقدمش أفضل حاجة عنده واللقاء انتهى بالتعادل ولكن يماشي في ظهر فريقته جمهور الزمالك اللي أصغر ما فيه عايش في عشق وحب الكيان كلنا شفنا الطفل الزمالكي والجميل قبل ماتش الزمالك والبيرامدز وأطلع بيتكلم يعني الطفل ده بيمثل كل جمهور الزمالك بيمثل كل جمهور الزمالك حرفيا طفل مش قادر يعبر عن كلامه فبكى حد يقول لي هو الطفل ده حاسس بكل ده آه هي جينات يا جماعة جينات وهي مش هتنتهي احنا بنزيد دائما طفل صغير عايز يقول للعيبة كلمة توصف عايز تقول للعيبة ايه اما عايض دموعك غالية علينا جدا 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 وهي دي حالة جمهور الزمالك الطفل ده اللي يدوب ما شافش كل أمجاد الزمالك اللي شاف بطولة ولا اتنين ولا تلاتة بيبكي في حب نادي الزمالك بكاءه ده بيقول للعيبة انتو مش عارفين ايه متى التشيرت بل انتو لابسينه زعلوا ده بيقول للعيبة انتو بتلعبوا في تاريخ كبير وبتلعبوا تحت اسم نادي كبير بيقول لهم عالم الزمالك ده لازم يفضل مرفوع لفوق طفل صغير البوكة بتاعه ووصف كل الكلام ده لما زملتنا بتسأله بتقول له يعني تقول لهم ايه قال لها فجأة اقول لهم مقدرش يقول عايز يقول لهم اللعابوا بجد عايز يقول لهم كلوا النجيلة عايز يقول لهم ابزلوا اقصى جهد عندكم ومحرج يقول كده محرج وبيتكلم في الكورة وانعايز فلان يشارك وفلان يشارك والله انا بحب دونجة جدا وحب اقول له اشتغل كويس وام عايز يعني احنا قسفين جدا جدا للطفل ده واسف لكل جمهور ده ملكاوي بينام زعلان في يوم الايام واسف لاي حد لاي حد بكى في وقت من الوقات في الفترة العصيبة دي ولكن هو ده اللي احنا محتاجينه يوصل للعيبة فيديو زي ده يفضل شغال مفيش تدريب مش عايز تدريب مش عايز فنيات العايز فيديو زي كده يفضل اللعيبة شايفاء قدامها بس شوفوا طفل صغير قد اولادهم بيبك بيقول لهم لعبوا الجد نفسي تكسبوا فيديو ممكن حد ياخده على محمل هزار او تحفيل براحتك براحتك لكن فيديو بيبين معنى الوفاء والانتماء من الصغر اتمنى اللعيبة يعني تصالح كل جمهور الزمالك في لقاء الترجي القادم وشوفنا كلنا دونجة قابل الولد وداله التيشيرت بتاعه كان نفسي التيشيرت ده ياخده منك يا دونجة وانت كسبان كان نفسي التيشيرت ده تدهوله وانت كسبان بيراميز والترجي اتمنى ان شاء الله نفوز يوم الثلاث ونهدي الفوز ده للطفل الجميل المحترم الخلوق اللي لسانه عجز عجز عن التعبير فبكى ان شاء الله قدامنا ماتش كبير قدامنا جهد كبير 11 راجل في الملعب ده اللي احنا عايزينه مش هتكلم في ايه فنيات مش هتكلم نلعب 3-4-3 ولا 4-3-3 ولا 5 مش هتكلم انا مش هتكلم في فنيات علشان موضوع خرج عن الفنيات انا محتاج رجالة في الملعب محتاج 11 حمده طلبة بالسطيل ده 11 فايتر فاكرين كابتل حمده طلبة انا عايز 11 راجل في الملعب عايز 11 مقاتل من اول ثانية لاخر ثانية بكافح مركز بلعب بندية بقوة بصرامة بدافع عن نادي الزمالك واسمه وتاريخه في القارة الافريقية موتش الجاي مش هزار انا مش يعني في حاجة انا محرج اتكلم فيها والله العظيم محرج انا الزمالك بتاريخي باسمي ببطلاتي يبقى عندي نقطة وحيدة في المجموعة ما احترامي لأي منافس في القارة الافريقية كلهم فوق راسي عيب بقى انا بطل افريقيا خمس مرات والاكثر تتويجا وانا الافضل وانا كل حاجة انا كل حاجة انا اللي كنت بروح حكسة بالفرق فارضها منه اربعة والفين وخمسة وارجع ارجع شوف التاريخ نادي الزمالك ما كانش بيعرف حاجة اسمها داخل وخارج الارض انا الزمالك في اي مكان بكسب الزمالك قاهر الاجانب الزمالك اللي في اي بطولة بيروح المنافس خاف منه الكلام ده لازم اللعيبة تشوفه خرجوني عن الفنيات خلاص اتكلم فيش فنيات انا اتكلم فنيات ايه اكيد الفنيات مستر فريرا وكابتن قسامة وكل الجهاز الفني بيتكلم ويشتغل فيها لكن والله العظيم ماتش يوم التلاف مش محتاج فنيات ماتش يوم التلاف محتاج رجولة محتاج قتال في وقت انا محتاج فيه رجولة في الملعب وقتال بعد كده الفنيات بقى نتكلم فيها جمهور النادي الزمالك اللي بيقعد تسعين دقيقة واكتر من اول ما الجمهور بيقعد او من اللعبة بتنزل ارض الملعب صوته يروح ويتنبح ويفضل طول المطش بيتنطط وبيشجع يبقى عيب عليك كنت في الملعب ما بتبذلش اقصى جهد عندك عيب ماتش الجاي افخوش هزار ماتش الجاي اكون او لا اكون نادي الزمالك كده كده هيكون كده كده بالزوء بالعافية بأي طريقة ولكن الكلام ده موجه لللاعبين عايز تصالح جماهيرك عايز تحافظ على مكانتك عند الجماهير قتل في الملعب احنا بنعشق كل من ارتدى وكل من سيرتدي تشيرت نادي الزمالك ولكن ما فيش حد بالنسبة لنا اهم من نادي الزمالك ما فيش اي حد اهم من نادي الزمالك اتمنى اللعبة تقاتل في اللقاء الجاي